موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن السحل الشمالي خاصة الإسكندرية وذلك وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية السحلية وصون الاستثمارات بها جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أحم أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية وعدد من المسؤولين وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الأسكندرية والسحل الشمالية كما تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل والمستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير وحتى عمق السحل الشمالي الغربية بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعية والمتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط أكد رئيس اللزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناقق قب 27 فيما يخص التنظيم وكذلك أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبل ضيوف مصر المشاركين في الحدث جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر بحضور وزير الخارجية وعدد من الوزراء تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلاع والاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلاع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلاع الاستراتيجية والاستلاء على السلاع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق المواصفات كما تم ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي حيث تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 5 أطنان أقناح محلية استقبل وزير الخارجية سامح شكر غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والمكتب الأممي في مجالي مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود ومكافحة الفساد أجرى الرئيس اللبناني ميشيل عون استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية وأظهرت حصيلة الاستشارات النيابية الملزمة حصول نجيب ميقاطي على 31 صوطا فيما نال نواف سلام 14 صوطا وبلغ عدد الممتنعين عن التسمية 26 نائبة أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة طلبي أوكرانيا ومولدوفا للحصول على العضوية بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للتكتل وقال ميشيل أن قادة الاتحاد سيقومون بخيار جيوسياسي معربا عن ثقته في أن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يمنحون وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا ويعبرون عن منظور أوروبي واضح وقوي لكل البلدين دع الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي دول الغرب إلى تسريع إرسال المساعدات العسكرية لبلاده وقال زلينسكي إن منطقة دونباس تتعرض لدربات جوية ومدفعية ضخمة مطالبا الحلفاء بالإسراء في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى توازن روسيا في مساحة أو ساحة المعركة وقد شدد زلينسكي على ضرورة تحرير كافة الأراضي الأوكرانية بسرعة أكبر أكد وزير الدفاع الأوكراني وصول أنظمة الصواريخ الأمريكية هاي مارس وقد أكد وزير الدفاع أهمية تلك الأنظمة الصاروخية وذلك فيما يتعلق بالأحداث الروسية الأوكرانية ووصفه بتغيير نوعي في العمليات العسكرية موجهنا الشكر إلى الولايات المتحدة ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إمداد بلاده بالأسلحة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمسين نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد وتسعة وأربعين مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا مشيرا أنه خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية تم تدمير ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة تنيكو لايف وأربع مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في ثمان عشر منطقة أعلن حكم منطقة لوانسك سيرهي جايداي أن القوات الروسية قد استولت على قريتين جنوب إحدى المدينتين والتي تمركز فيهما الهجوم الروسي في المنطقة وأضاف جايداي أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيرهي دينيسك وبلدة زولتي هذا وقد كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار كما ظهر الخزان المجاول الذي أصيبه الآخر بأضرار بالغة أقاد سودة بسبب النيران هذا ولم تكشف خدمة الطوارئ المحلية عن اسم المحطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تتضمن تدابير جديدة بما في ذلك حظر تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا إلى روسيا وتصدير وقود الطائرات فضلا عن تصدير الجنيه الاسترليني أو الأوراق النقدية المقومة بالاتحاد الأوروبي قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل وعرضت تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة وفي مؤتمر صحفي أضفت راس أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية أو أن يكون هناك ممر آمن للسفن السجارية كما أكدت أن بلادها عرضت خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لجيء تغادر شحنات الحبوب بأمان ولكن هذا سيتطلب جهدا دوليا زادت روسيا من إمدادات النفط إلى إفريقيا والشرق الأوسط بسبب العقوبات الأوروبية على قطاع النفط الروسي بينما تواجه منافسة شريسة على السوق الأسيوية يتي هذا بينما قلص لاتحاد الأوروبي ورداته من الخام والوقود الروسيين كما وافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022 تطورات متلاحقة تشهدها أسواق البترول العالمية مع اتجاه روسيا لزيادة إمدادات البنزين والنفط إلى إفريقيا والشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الكبيرين الآخرين وهما السعودية والولايات المتحدة حيث إن الدول الثلاث هي أكبر الموردين لآسيا الوضع النفطي الروسي قاده الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس الماضي والموافقة على حظرهما بشكل كامل بحلول رهاية عام 2022 فقبل فرض عقوبات على القطاع المالي الروسي كانت موسكو تصدر أكثر من مليوني برميل وخمسة من عشر يومية من الخام ونحو مليوني برميل يومية من الوقود إلى أوروبا وضع يجعل العثور على أسواق جديدة مثل إفريقيا وشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو لحماية حصتها في السوق العالمية وتفادي خفاض أكبر في إنتاج وصادرات النفط هكذا يقف الدب الروسي بعدما ضاقت به السبل في أسواق أوروبا يسعى إلى البحث عن موطئ قدم في أسواق جديدة لصادراته من النفط الخام والوقود في انتظار اللاعب الفائز في تلك المعركة النفطية أكد وزير النفط الموريتاني عبد السلام ولدي محمد صالح أن عزوف أوروبا عن شراء الغاز الروسي وفر سوقاً جاهزاً لمشروع ضخم يجري تطويره في غرب أفريقيا وأضف الوزير الموريتاني أن المشروع أحميم البحري للغاز الذي يمتد بين موريتانيا وسنغال سيبدأ الانتاج في ديسمبر من عام 2023 وأضف الوزير أنه خلال عشرة أعوام القادمة ستكون الأولوية هي الاستكشاف كافة إمكانيات البلاد فيما يتعلق بالغاز تتواصل أزمة ارتفاع الوقود على مستوى العالم مع استمرار صعود أسعار النفط في الولايات المتحدة في الوقت نفسه زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية بنسب كبيرة في ظل اجتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكيميات التي ترسلها إلى أوروبا المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معاناة الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط تواجه أوروبا صعودا جديدا لأسعار الغاز الرئيس الأمريكي أرجع ارتفاع أسعار الوقود إلى الأزمة الأوكرانية في حين وجه شكر لتحالف أوبيك بلاس على قرار رفع إنتاج النفط الذي تم اتخاذه مؤخرا في الاجتماع الأخير ومن أجل تقليل أسعار النفط بالولايات المتحدة دعا بايدن إلى تعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل حيث طالب الكونجرس والولايات الأمريكية باتخاذ خطوة تشريعية إضافية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر من خلال تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية لمدة تسعين يوما يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلا عن الأسر أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة لكنه سيشكل متنفسا وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعها بعد صعودها في الأسبوع الماضي بنسبة 43% في ظل اجتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عاطف عبدالجواد المحاضر الجامعي والباحث في الشأن الأمريكي دكتور عاطف بعد التحية يعني بداية كيف ترى المشروع الذي طرحه بايدن بشأن تعليق ضريبة الوقود ودلالته بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة حاليا هذا المشروع هو مشروع معقد فقط لمدة ثلاثة عشهر ونحن لا نعلم حتى الآن ما إذا كان مجلة الشيوخ الأمريكي الكونغرس الأمريكي سوف يوافق الرئيس على اتخاذ مثل هذه الخطوة ولكن هذه خطوة واحدة من خطوات عديدة يحاول بها الرئيس بايدن التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الوقود والنفط في أنحاء البلاد بل وهو يحاول أيضا اتخاذ خطوات أخرى لتسهيل هذه الأزمة بالنسبة للسوق العالمي في قمة مجلس التعاون الخريجي التي ستوقع في الرياض في جدة في الشهر المقبل إذن هي خطوة واحدة من عدة خطوات ولكن حتى الآن لا نعلم ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سوف يصدق عليها دكتور عاطف أوروبا تواجه اليوم صعودا جديدا لأسعار الغاز الطبيعي ما هي توقعاتك بالنسبة لأسعار الغاز على المدى المتوسط والبعيد وتدعيات هذه الارتفاعات المستمرة طبعا هناك أزمة في أنحاء العالم كما ذكرت قبل لحظة وخصوصا بالنسبة للغاز وبالنسبة للبترول مصر بالمناسبة تأخذ خطوات إيجابية لمساعدة أوروبا على تخطي هذه الأزمة ليس فقط أوروبا بل في الواقع مصر وقعت اتفاقا حديثا مع أوروبا لتزويدها بالغاز المثال وأيضا مصر تزود لبنان بالغاز المثال في اتفاق يديد وقع قبل أيام لتعامل مع أزمة الكهرباء والطاقة في لبنان والتعامل مع الأزمة اللبنانية الاقتصادية الكبيرة طبعا هذه كلها خطوات كل طرف من الأطراف الذي يملكه ولو جزء صغير من الحل يحاول التقادل بها الآن أشكرك شكرا جزيلا دكتور عطف عبدالجواد المحاضر الجامعي والباحث في الشأن الأمريكي شكرا جزيلا لك رفعت ألمانيا مستوى التأهب بموجة بخطتها الطريقة بشأن تأمين إمدادات الغاز ما قرب البلاد خطوة من التقنين وذلك عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنبيب الغاز نوردستريم وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن بلاده تواجه أزمة غاز مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في الصوق بهدف مواجهة الأسعار المرتفعة تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مدفوعا بالتضخم خصوصا وفقا لمؤشر مدير المشتريات الذي نشرته وكالة ستاندرد أنبورز للتصنيف المالي والاقتماني الأمريكي وانخفض المؤشر حسب أساس استطلاع الشركات إلى 51.9 نقطة بعدما سجل 54.8 نقطة في مايو الماضي ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا مما سبح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل تتواصل فعليات القمة الافتراضية لدول بريكس الرابعة عشر برئاسة الصين ويركز قادة دول المشاركة في القمة على التعاون بين دول بريكس في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتجارة والصحة والطب التقليدي والبيئة ومكافحة الوباء وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتمثل المجموعة الاقتصادات النشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أكثر من 40% من سكان العالم وقرابة تأربى الناتج المحلي الإجمالي العالمي اشتركوا في القناة اكد الرئيس الصينية شي جينبينجا أنه يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة مضيفا أن على دول بريكس معارضة استخدام العقوبات الأحدية وإساءة استخدامها وأضاف الرئيس الصيني خلال كلمته في منتدى أعمال بريكس أن التاريخ يبين أن الهيمنة وسياسة التحالفات والمواجهة بين المعسكرات المختلفة لن تجلب السلام والأمن بل ستقود العالم إلى الحروب والنزاعات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس عبر الفيديو كونفرنس مع رؤساء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا أن دول بريكس يمكن أن تضمن استقرار الاقتصاد العالمية وأضاف بوتين أن روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة والتعاون مع الشركاء في مجموعة بريكس نعمل على رفع رفعية شعوبنا وأعتقد أنه من بين المواضيع الهمة التي نتترق إليها اليوم هي تعزيز الشراكة لمشموعة دول بريكس التي ستدخل في عهدان جديد لنمو العالمي فأن الصعوبات التي نواجهها كانت صعبة جدا على كل السكان سجل معدل التضخم الأساسي في سنغافورة أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما حيث بلغ 3.6% في مايو الماضي مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأفادت الإحصاءات الرسمية بأن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 4.5% في مايو حيث ارتفعت أسعار الخدمات الغذائية بشدة كما ارتفع معدل التضخم في تجارة التجزئة والسلع الأخرى حيث بلغ 1.8% في مايو مع ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية ومنتجات العناية الشخصية أكدت منظمة نوسيف أن أزمة الجوال العالمية تدفع طفلا واحدا إلى سوء التغذية الحاد كل دقيقة وذلك في 15 دولة منقبة بالأزمة وأضافت المنظمة أن ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة في هذه الدول معرضون لخطر الموت من الهزل الشديد ما لم يتلق أغذية علاجية فورية وأن العدد في تزايد مستمر أقل دقيقة وأضحت المنظمة أن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع بسبب الأزمة الأوكرانية والجفاف المستمرة بسبب تغير المناخ في بعض البلدان جنبا إلى جنب مع الصراع في بعض الأحيان والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فترة وباء كورونا أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكريبي وذلك لتعزيز التصنيع المحلي للقاحات والأدوية والتكنولوجيات الصحية وقالت المفوضية الأوروبية أن الشراكة الجديدة ستعزز قدرة التصنيع في أمريكا الجنوبية والوصول العادل إلى منتجات صحية عالية الجودة وفعالة وآمنة من شأنها أيضا أن تساعد على تعزيز المرونة الصحية في المنطقة لمعالجة الأمراض المستوطنة والناشئة وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لليوم الثاني على التوالي ترأس اكتمان رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قد شدد على أهمية الجهود المفذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية هذا ويحظى الاكتباعه بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للخبراء اليوم وذلك لتقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدر القردة حالة طوارئ صحية عامة تسير قلقا دوليا ويدرس الخبراء المستقلون ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد ويشار إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية ليس له عواقب عملية فورية بخلاف جعل الحكومات والشعوب أكثر يقظة أعلنت الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيل الضحايا الزلزال المدمر والذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل وأوضحت السلطات الأفغانية أن الزلزال قد ألحق أضرارا بعشرات المنازل في أقليم بكتيكا مشيرة إلى أن أغلب المباني ليست قوية بما يكفي لتحمل أي هزات أرضية وكان رئيس هيئة الأركان إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني قد أكد أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في أقليم بكتيكا مشيرا إلى تواصل عمليات الإنقاذ باستخدام تأرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحة ونقل الإمدادات الطبية والغذاء أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية أنها وضعت 25 إقليما في حالة الطوارئ للمستوى البرتقالي وذلك لمواجهة خطر حدوث عواصف عنيفة ستضرب شمال شرق ووسط شرق فرنسا وقالت هيئة الأرصاد أنها رفعت حالة اليقظى البرتقالية إلى أن عواصف استمرت في ضرب عدة مناطق بالبلاد مسببة أضرارا كبيرة مثل مدينة ليون التي سجلت كمية قياسية من هطول الأمطار موسيقى أصدرت مؤسسة حياة كريمة تقريرا حول إنجازات القطاع الطبي بالمؤسسة حيث نجح بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق 77 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية تشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية بالإضافة إلى الخدمات التوعوية للمواطنين وقد بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافلة الطبية نحو 53203 مواطنين في 14 محافظة من محافظات الجمهورية كما أقام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى المستشفيات الجمعية لتلقي العلاج اللازم وذلك خلال الفترة من فبراير وحتى مايو من العام الحالي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تنتهي وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل من المرحات الثانية للبرنامج التدريبي والتأهلي الشامل لكوانر وقيادات الإدارة المحلية بكرة البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء تدريب 6 مجموعات من رؤساء الوحدات المحلية القروية المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة بعدد 214 متدربة موضحا أنه تم تقسيم رؤساء الوحدات المحلية إلى 11 مجموعة وتم الانتهاء من تدريب 5 مجموعات بعدد 118 متدربا على عدة موضوعات أهمها إدارة الموارد الذاتية والنهج التشاركي وإشراك المواطنين وما زالت جهود الدولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية ونقلها للمناطق النائية والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا صدد انطلقت ثلاث قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية وتنطلق في ثلاث محافظات هي الشرقية والوادي الجديد وجنوب سيناء اهلا بحضراتكم من جديد إلى نشرة الثالثة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق وشدد المركز على أن كافة المنتاجات الغذائية المتداولة بالسوق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة نفذ الشباب المتطوع بوحدة سكان أسيوت حملة تشجير بزراعة ألف شجرة مثمرة بمركز القوسية ضمن فعليات المنصة المحلية للمحافظة لمبادرة بلدنا حيث تستضيف قمة تغير المناخ وانطلقت الحملة بزراعة مئة شجرة بقرية مير التابعة لمركز القوسية بالتنصيق والتعاون بين الشباب المتطوع باللجان السكانية بالقوسية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوسية ووحدة السكان بالمحافظات وإدارة المخلفات الصلبة والإدارة الزراعية بالمركز والجمعيات الأهلية الشريكة وذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل وقعت وزيرة التجارة والصناع نيفينجاما وأمين عام غرفة التجارة والصناع العربية الألمانية السفير عبد العزيز المخلافي مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة وقالت للوزيرة أن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة خمسة أعوام يأتي إيمانا من حكومتي مصر وألمانيا بأهمية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين وكذلك الدور الهام للغرف التجارية والصناعية في خلق تواصل مباشر بين رجال الأعمال ومجتمعي الأعمال من الجانبين وقد أشرت الوزيرة لأن الغرض الأساسي من فتح هذا المكتب هو تمثيل الغرفة في الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا الاتحادية والدول المحيطة بها اختتمت وزيرة التجارة والصناع عنيفين جامع زيارتها للعاصمة الألمانية برلين بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنع السيارات ومسؤول سلسلة محلات تجارة التجزئة الألمانية استعرضت خلالها فرصة ومقاومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة وقد شملت لقاءات الوزيرة لقاء موسعا مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصانع السيارات تتناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصري في مجال انتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية بالإضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقتصادية الإقليمية والعالمية أكد وزير البترول طارق الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف انتاج الغاز الطبيعي والذي أصبح الوقود الأساسي والأكثر طلبا على مستوى العالم جاء ذلك خلال اجتماعي وزير البترول مع نائب رئيس شركة الشال العالمية الجديد لأنشرة الغاز الطبيعي المسال سيدريك كريمرز بهدف بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأخمر والمتوسط في مصر وكذلك خطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر أكد الرئيس التلفذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن قرار إحدى الشركات الإماراتية بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز للتعهيد بالنسبة لعملياتها في المنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في افتتاح مقر شركة الحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر عقد وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذية للخطط الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذلك الخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة بهدف مجابعة التحديات المائية المختلفة وبما يحقق تحسين إرادة إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر وحول مباحثات وزير البترول مع شل العالمية في مجالات البترول والغاز ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أستاذ حمدي بعد التحية يعني اليوم هناك مباحثات بين وزارة البترول وشركة الشل للمزيد من الاستكشافات البترولية للشركة في البحرين الأحمر والمتوسط في منطقة امتيازها شكرا للمزيد من المزيد من المزيد من المزيد من أول زيارة القاهرة طبعا كثير من البحثات شهدت استعراض الموقف الحالي لونشتة شركة شل العالمية في مصر وهي تعمل في مصر مونجي عدة سنوات طويلة واضح وبنفس الوقت اللي هي مناطق امتيازي تدور عن بيترول والغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط بعد تفوزيها بعدد من المناطق وأيضا في البحر الأحمر الوزير أكد في عادي المضاحثات أن هذا التوقيت مناسب لفي ظل في أن أسعار البترول اكتشهد دلوقتي المستعراض المرتفعة وبالتالي هذا يتشجع الشركات العالمية لتكسف عملياتها للبحث عن البترول والغاز خاصة الغاز الطبيعي لأن الغاز الطبيعي أصبح حاليا هو الوقود الأساسي والوقود المطلوب في مرحلة التحول الطاقي في إطار اهتمام الدول كلها بتقليل الانبعاثات عن الهواء أقول إحنا عارفين أن مصح تستضيف قيمة المناخ إن شاء الله في نوفيب القادم في مدينة شرم الشيخ بالتالي كان لغاية الموضوع أيضا مصيف في المباحثات لأن طبعا إحنا عارفين أن دور قطاع البترول والشركات العالمية إن شاء الله إن شاء الله حيبقى فيه في كوب 27 الدور اللي هو بالنسبة الشركات نفسيها الشركات اللي هي الشركات قطاع البترول عايزين نوصل رسالة للناس أن هي عندها رغبة وعندها بتاسعة وعندها هدف من هي أيضا تشارك في الحفاظ على البيئة وخض دعم يعني كيف تستطيع مصر في ظل هذه الظروف العالمية ونقص الإمدادات سواء في الغاز وأيضا في البترول الاستفادة القصوة وتحقيق أقصى استفادة والإعلان عن نفسها كمصدر أساس للغاز الطبيعي للدول وإحلال محل عدد من الدول التي ربما تراجعت في الفترة الأخيرة إحنا عارفين إن إحنا مصر استطعت الحمد لله في أغسطس ٢١١٨ إن إحنا نحق في فترة الزب والعودة بره أوفى للتصدير طبعا إحنا عشان ما استطيع إحنا نستمر فيه إحنا نلعب دور مهم في الآدم وضو إحنا بنقول إن مصر حالياً مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بنقول مش قصة الغاز المنتج في مصر بس لكن بنقول إن إحنا عندنا البنية الأساسية القوية نستطيع إن إحنا الغاز الموجود في الدول الشرق المتوسط يجي مصر عندنا ويتم إعادة تصديره ونستفيد إحنا عندنا إمكانيات نطاقات فائدة في مصانع الإسانة الموجودة عندنا في إتكو وفي دميات وبالتالي دي بتحقق قيمة مضافة لمصر سواء من الاسم المرور أو نحن أيضا مشاركين بالنسبة في هذه المصانع أيضا عندما عندما حضرتك بكون المركز الإقليمي أنت متكسفي أعمال البحث والاستكشار بتطرح اتفاقيات مترولية الشركاء العالمين دا يمسقها في الاستقرار النصري الموجود سواء استقرار فلاسي أو اقتصادي فيه سفر بالنسبة للمستثمرين اللي بيشتغلوا في فتاعة المترون منذ سنوات طويلة دا كل دا بيدي لمصر قوة إن هي تستمدل إن هي تلعب دول في الغاز الطبيعي كمواردة من الغاز الطبيعي لكن مش مواردة بيقولش إن إحنا حنحل محل الدول الكبرى لكن عندنا إمكانيات وشحنات يتمع عليها تقديدين تصديرها ومصر تلعب الدول المهم كمركز إقليمي لتجارة تتداول الغاز في المنطقة نعم يمكن روسيا اتجهت في الفترة القليلة الماضية لغزو الأسواق الأفريقية والأساوية للتعويض عن وقف إمدادها للغاز الطبيعي لأوروبا كيف تستطيع مصر أيضا إحداث هذا التعادل في ظل التواجد الروسي أو الغاز الروسي في القرى الأفريقية في الفترة القدم نحن عايزين نقول بس أن الروسيا بتمتلك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والاحتياطات ونحن ليس قديل الروسيا نحن بلون أن نحن عندنا كميات لا بأس بها بيتم تصديرها من المصانع الإسانة سواء الدول الأوروبا أو الدول الشرق أسيا فيما يتعلق بالشحنات نفسية اللي بتم تصديرها من المصانع الإسانة لكن فيما يتعلق بإفريقيا طبعا إحنا عارفين أن مصر هي بوابة إفريقيا بس في موضوع الغاز الطبيعي أو البترول فيه منظمة المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول اللي اسمها الأبا أو حالي دول سموها الأبو من دي بتساعم في تنسيق السياسات وفي نفس الوقت التبادل ما بين الدول المنتجة في إفريقيا والسماح لها أنه فيه تدارق فيه خصص نجاحة المتحقيقات سواء في تنفيذ مشروعات أو حضرتك الكوادر تدريب الكوادر الموجودة في إفريقيا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى معدل تضخم منذ أربعين عاما عند 9.1% في مايو الماضي وأظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي تشهده المملكة المتحدة فمع مواجهة ربع سكان بريطانيا صعوبات في دفع الفواتير ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال أربعين عاما بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.1% في مايو الماضي وبعد ارتفاع أسعار الطاقة شهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر أبريل وبالرغم من الإجراءات التي تتبعها الحكومة البريطانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية تزيد هذه الإحصاءات الضغط على الحكومة للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة حيث خفضت الحكومة ضرائب الدخل ووضعت خططا لزيادة الدعم لزوء الدخل المنخفض الذين يكافحون لسداد فواتير الوقود كما تدرس فرض ضريبة أرباح على الشركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومع مواصلة أزمة تكلفة المعيشة يخشى البريطانيون من استمرارها خاصة مع عدم وضوح السياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية واستمرار الأزمة الأوكرانية التي نالت من الجميع قال محافظ قنة أشرف الدوودي إن نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب بالمحافظة قد زادت من 57% إلى 99% في الحضر و 98.5% في الريف وكذلك تغطية المشروعات الصرف الصحي من 6% إلى 60% وذلك بحجم استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه وأضاف الدوودي أن محافظة قنة قد شهدت تطورا كبيرا خلال السبع سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر نحن كنا منذ سبع سنوات كنا ما يقرب من حوالي 6% في الصرف الصحي وكنا حوالي تقريبا 57% في مياه الشرب وكانت المواطنين بتعاني في الحر الشديد من نقص المياه والمياه النظيفة نحن النهاردة نتكلم على تقريبا تجوزنا 60% في الصرف الصحي وتجوزنا 99.5% في مياه الشرب لو حضرك نشوف نسبة التغطية لمحافظة قنة في التسع مراكز من المياه والصرف الصحي في الحضر والريف هنجد أن من سبع سنين كانت نسبة التغطية من المياه 66% ومن الصرف الصحي كانت 11% بدخول مشروعات تنمية الصعيد اللي هي البنك الدولي ده مشروع كان بمليار وربعمائة مليون كان بيغطي خمس مراكز شمال قنة رفع نسبة التغطية من المياه من 66% النهاردة الحضر 99.5% تقريبا الريف حوالي 98% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية نشرة الثالثة وإلى أبرز عنوينها الرئيس السيسي يواجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالية خاصة الإسكندرية الرئيس اللبناني يجري استشارات ميابية لتسمية رئيس جديد للحكومة الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل وبريطانيا تفرد المزيد من العقوبات على روسيا نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون النصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم ثانيا اشتركوا في القناة